فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كالشمس والصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاهم كالكواكب يدورون في فدكه ويستمدون النور منه ويتحلقون حوله في كل مكان في المسجد النبوي وفي السوق وفي الشارع وكانوا ليلا ونهارا يستمدون منه نور القرآن والسنة والإيمان وما كانش فيه تسجيل ولا كتابة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتخيل من الكلام أيصره وأكثره وضوحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاثا وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه كل من سمعه وبالطريقة دي إدرى الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاهم أن ينقلوا إلينا الكرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على خير وجه وبالطبع مش محتاجة أقول أن الصحابة الكرام كان عندهم اهتمام شديد بنقل كل حرف كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وطبيعي أنه أحيانا كان يتعذر على بعض الصحابة أن يستمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون يا رسول الله راعنا وكلمة راعنا عند العرب بتستعمل كثيرا ومعناها طيب معناها ترفق بنا وراعنا سمعك وتمهل بنا لغاية كده كويس المشكلة أن اليهود في لغتهم كلمة راعنا كان فيها سب للرسول صلى الله عليه وسلم فقال اليهود كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا فكانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد راعنا ويتغامزون ويضحكون فيما بينهم ولكن كان هناك رجل من الأنصار سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه كان سيد الخزرج وكان يفهم لغتهم ومقصدهم فقال لليهود عليكم لعنة الله لإن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه فقالوا أولستم تقولونها فنزل قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِرَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك وترفق بنا لأن اليهود عليهم من الله ما يستحقون كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يَا مُحَمَّدْ راعنا ويقصدون بها سبّة فكلمة راعنا عند العرب تحمل وجها حسنا ولكنها عند اليهود تحمل وجها سيئا أما كلمة انظرنا فهي تحمل وجها واحدا حسنا عند العرب وعند اليهود واسمعوا ما يطلع عليكم من الكرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واسمعوا سماع الكبول والاستجابة ولا تكونوا مثل اليهود حين قالوا سمعنا وعصينا وللكافرين والجاحدين عذاب أليم وموجع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نِدَاء خاص لأهل الإيمان وتكرر في الكرآن تسعة وتمانين مرة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرحها سمعك فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه فالمؤمن ذو همة عالية لا يتباطأ ولا يتكاسل يسارى للخير ويبادر إليه وكان اليهود كثيرا ما يلون ألسنتهم كما كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم السام عليكم بدلا من السلام عليكم والسام هو الموت فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم وعليكم وعلينا جميعا أن نحضر من التشبه باليهود في القول والفعل وعلينا أن نتخيل من الكلام أفضله وما ليس له وجهين وللكافرين عذاب أليم علشان نادم نتخيل مدى الألم في هذا العذاب حنتخيل الصورة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد فإذا كان درس الإنسان وهو أصغر ما يكون بهذا الحج فكيف باليد والوجه وجاءت عذاب نكرة للتهويل والتعظيم زي ما تقول لابن حضرتك لما تهدده أنا حديك حتة علقة وبكل تأكيد إساءة الأدم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذنب مجاول الكفر وأثر من آثار الكفر فحذاري من الاستهزاء بالأنبياء والرسل ولو على سبيل السخرية ولو على سبيل المزاح وقد يكون العمل واحدا ولكن النية تختلف فنية ترفعه ونية تخفضه ونية تحبطه ونية تكفر صاحبه جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر